اشتركوا في القناة كيف أولن؟ داعش هي عبارة عن فكر مغالي متطرف أنتج سلوكا نشاهد بعضه موجود في العراق موجود في سوريا مع تحفظي على كل ما ينشر ليس بالضرورة أن كل ما ينشر صحيح وهذا من حق الأمانة العلمية أن نتوثق فإن جاءكم فاسق بنبئين فتبينوا لكن الفكر الذي تتبنىه داعش هو فكر مغالي تكفيري نرفضه وما ينتج عنه من سلوك في إرهاب المواطنين أو المدنيين أو الأقليات الأخرى أيضا كله نرفضه لكن بنفس الوقت أيضا نرفض العدوان الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي أو الانحياز الأمريكي للعدوان الصهيوني نرفض الفساد والاستبداد والحروب الطائفية التي كانت في العراق وفي سوريا وبمعنى أدق ولست مبررا لما يحصل ولكنني أقول أن هذه الظروف جميعا ساعدت على إنتاج هذا الفكر وساعدت على إنتاج هذا السلوك اعتبرني اليوم مقصر في درسي بس أنا ما قرأت أنكم أعلنتوا هذا الحكي بالهيك عندكم بيان استنكرتوا في موقف داعش حصل بالضبط حصل بيان من الحزب أدان فيه العدوان الأمريكي بالطائرات وأدان أيضا أو رفض الواحدة فيه تدعى على مسيحيين ويزيديين في العراق طبعا طبعا ظهر ظهر بالضبط لا تستنكرون صدر بيان من الحزب أدان كل هذه التصرفات وصدرت أيضا تصريحات لمجموعة من الرموز سواء كانت في ندوات علمية أو تصريحات صحفية وأنا أحيلك إلى بيانات الحزب وأحيلك إلى أو أحيلك المشاهدين الكرام أيضا إلى الندوة التي عقدت في مركز القدس وعبر أكثر من قياد إسلامي هذا الموقف بوضوح ترجمة نانسي قنقر